اشتركوا في القناة مع شباب الزمالك وانه الزمالك لعب بالناشئين والاهل بالفريق الكبير علشان نناقش المسألة بموضوعية شوية هقول لكم اعمار الفرقتين لانه هتكتشفوا انه متوسط اعمار الفرقتين متعادل اذا كانت النتيجة انتهت اتنين اتنين متوسط الاعمار في الفرقتين 27 سنة 27 سنة وقبل ما الناس تاخدكوا في سكة اصولوا لعب بالناشئين والناشئين الزمالك اتعدلوا احرجوا كبار الاهلي لا اكبر اتنين في الملعب نجمية الزمالك شيكبالو عبدالشافي 36 سنة وهقول لكم كل الاعمار بالزبط في الفرقتين ومتوسطهم متوسط اعمار فرقة النادي الاهلي 27 سنة خلاصة ربعمية خمسة واربعين سنة على ستاشر الستاشر لعب اللي شاركوا الشناوي 33 سنة علي معلول 32 ياسر ابراهيم 29 زي رامي ربيعة ومحمد هاني 26 وحمد فاتحي 27 وعمر السلية 32 وعبدالقادر 23 وقافشة 26 وتاو 28 وشريف 26 ومتولي 29 ومحمود وحيد 28 وصلاح محصن 23 وحسين الشحات 29 وطاهر 25 صلاح محصن 23 وإحمد عبدالقادر كام 23 هما بيعتبروا اللعيب اللي عده 22 سنة في الزمالك ناشئ لكن اللي عنده 23 سنة في الآله ده كبير صحة متوسط اعمار الزمالك أيضا 27 سنة يمكن الآله عنده بوينت 8 زيادة 432 سنة في الزمالك على 16 27 سنة عوات 29 محمد عبغان 28 الونش 27 محمد عبدالشافي 36 عبدالله جمعة 26 إمام عشور 24 أشرف روء 26 سيد نمار 22 وأشرف بن شارقي 27 وعمر السعيد 31 وأحمد سيد زيزيو 26 سيف فاروق جعفر 22 وحسام عبد مجيد 21 شكبالة 36 يوسف أسامة نبيه 21 ومحمد الناجم 30 سنة يعني فكرة إن الناشئين والكبار دي سيبكم منها سيبنا برضو من حدة إن الناشئين أو التبديلات بتاعة الزمالك الولاد الصغيرين خدوا وقت قليل مش دا الموضوع لا لا دا دا الموضوع دا دا الموضوع قوي أنا عايز أعرف إحنا عندنا اتنين أحمد عبدالقادر وصلاح محس لو حد بقى يقول لي لعبه كم دقيقة ويقول لي ناشئ الزمالك لعبه كم دقيقة لأن في الآخر في منهم اللي لعب خمس دقايق وللعب ست دقايق وللعب أربع دقايق ويقول لك لعب لعب الآلي بالناشئين أنت عارف في النغمة دي مقصود منها يا سيد زبراهيم يرد عليك سنة 85 لما تتكلم ما إحنا لعبناك واتعادلنا معاك بالناشئين وكواس أولا أنه لما يعني يعتبر التعادل معاك فوز وانت بتعتبره هزيمة ترجمة نانسي قنقر